اشتركوا في القناة لعدد من برلماني الحزب الذين اعلنوا رفضهم الصيغة التي تم التوافق عليها في مجلس النواب من اجل تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الاجنبية الى جانب العربية والامازيغية في اطار التناوب اللغوية حيث اضطر الرجل الى عقد الشماع المطول مع برلماني الحزب لنزع فتيل التوتر باقي التفاصيل ممكنكم تفوها بيومية المساء كواليس فضيحة ارشاء مسؤولين عبر صفقات طبية عنوان اخشارنا لكم مشاهدين من يومية اخبار اليوم وفي التفاصيل بعدما كشفت هيئة الاوراق المالية والبورصات الامريكية المسؤولة عن تنفيذ القوانين الفيدرالية للأوراق المالية الامريكية وهي مؤسسة رقابة ان مسؤولين مغاربة تورطوا في الحصول على رشاوية من شركة المانية متخصصة في معدات غسل الكلية وتقنيات العلاج خارج جسم والتي تزود مجموعة من الدول بالمنتجات والخدمات الطبية باقي التفاصيل ممكنكم تشوفوها بيومية اخبار اليوم والى يومية الاحداث المغربية والعنونات النقطة 13 تفصل الوداد عن لقب البطولة وفي التفاصيل بات فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بحاجة ل 13 نقطة للتتويج بلقاب البطولة الاحترافية بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين لانه سيرفع رصيده الى 65 نقطة وهو الرصيد الذي لن يتمكن اي فريق من المطاردين من الوصول اليه باقي التفاصيل ممكنكم تشوفها بيومية الاحداث المغربية بهذا كنوص مشاهدين لنهاية في الصحافة الى اللقاء وضمتوا في العاشلة اشتركوا في القناة